أكد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى نائب الأول لرئيس مجلس الوزراء على أهمية العمل على دعم أسباب تعزيز أمن واستقرار المنطقة ونزع فتيل التوترات التي من شأنها أن تقوض الأسس التي يؤمن بها المجتمع الدولي والدول التي تعتنق مبادئ السلام على أسس من التفاهم والاحترام المتبادل لسيادة الدول وقراراتها جاء ذلك لدى لقاء سموه حفظه الله بقصر القضيبية اليوم سعدة السيد وليام روبك سفير الولايات المتحدة الأمريكية حيث تناول سموه مع سعدة السفير أطر التعاون والتنسيق وسبل تعزيزها بين البلدين الصديقين بما يواصل البناء على العلاقة الاستراتيجية القائمة بينهما على كافة الأسعدة كما استعرض سموه خلال اللقاء التطورات الراهنة في المنطقة والقضايا ذات الاهتمام المشترك وسول تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة والجهود المتصلة بمواجهة الإرهاب بكافة أشكاله من جانبه أعرب سعدة السفير الولايات المتحدة الأمريكية عن شكره لصاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء على ما يوليه سموه من اهتمام نحو تعزيز علاقات البلدين وشعبين الصديقين منوها بالعلاقات التي تربط مملكة البحرين والولايات المتحدة الأمريكية وما تشهده من تطور وتعاون وتنسيق مشترك ترجمة نانسي قنقر